تبكن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن التابع لمركز الملك سلمان لغاثة الأعمال الإنسانية خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر 2019 من انتزاع نحو 1604 ألغام وعبوات ناسفة منها 23 لغما مضادة للأفراد و 476 لغما مضادة للدبابات و 19 عبوة ناسفة و 1086 ذخيرة غير منفجرة يذكر أن إجمال ما جرى نزعه منذ بداية المشروع أكثر من 120 ألف لغما زرعتها ميليشيا الحوث الإقلابية في الأراضي والمدارس والبيوت وحاولت إخفاءها بأشكال وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للعضاء